ازايكم حبايبي? هنعمل مع بعض النهار ده بقى حلة بارد حلو قوي وشكله لذيذ وطعمه الاز وكمان حلو قوي للضايت وهنستخدم في الكاكيا والشوكولاتة وكل ما حبي الشوكولاتة يعجبهم جدا. آآ طعمه آآ حلو جدا. والولاد كمان آآ هيحبوه. وكمان ممكن نعمله بالاشكال اللي انتم شايفينها دي. وممكن كمان نعمله بآآ اشكال آآ تانية ممكن نعمله في قالب. آآ يلا نشوف الطريقة. عندي كبايتين ونص من اللبن. يعني تقريبا آآ نص كيلو آآ لبن. حطيت سكر استيفيا. وممكن نحط كمان حليب السكر عادي. حطيت معلقة من آآ الكاكاو الخام. بس نختار كاكاو الخام يكون طعمه آآ حلو كويس. او نوعيته حلوة. بيقوله الاسباني آآ حلو. هدوبهم في اللبن. آآ ممكن نزود عشان يدي له طعم. ممكن نحط معلقة من الكاكاو الخام ومعلقة من آآ نسكويك. بيدي له طعم حل. بعد كده بضيف معلقتين من النشا. وكمان بقلبهم. وبعدين بضيف حوالي خمسين جرام شوكولاتة آآ خام. وبرفعهم عن نار لغاية لما يتقل عندي الخليط. بعد كده بجهز الجيلاتين معلقتين كبار من الجيلاتين. وبحط عليهم نص كباية مية آآ عادية خالص آآ برضو من الحلفية ما تبقاش سخنة. وبزودها على الخليط. بحطهم على الخليط. وبقلبهم جامد. ومش برفعهم بقى تاني على النار. مش محتاج ان انا ارفعهم على النار. بقى مجرد ما يتقلب كده بيبتدي الجيلاتين عندي آآ يسيح ويندمج مع الخليط. عندي بقى قلب سيليكون. آآ لو انتم عندكم اوالب سيليكون شكلها يكون حلو كده. او آآ ممكن حتى قلب آآ اللي هو المستطيل. اي اشكال انتم تقدروا تتحكموا فيها بس يستحسن السيليكون بيبقى سهل ان احنا نطلع منه الاشكال دي عشان شكلها ما آآ ما يبسش. بعد كده بقى بحطها في الفريزر لمدة ساعتين آآ او تلاتة. يعني انا فتحت عليها بعد ساعة ونص ساعتين كده اتأكد. كانت لسه دلوقتي آآ تقريبا قعدت ساعتين ونص تلاتة كده في الفريزر. عندي الاشكال لما بحطها في السيليكون بتطلع بسهولة زي ما انتم شايفينها كده. اشكال كمان شكلها حلو. انا حاول آآ السيليكون يعني متوفر دلوقتي في كل حتة. عند ادواء الناس اللي بتبيع الادوات بتاعت المطبخ. اي اشكال بقى انتم تحبوها آآ يعني ده انا جبته كده بالصدفة. كان عجبني شكله فجبته ممكن للكيك وممكن للاقى حاجات كتيرة. طلع جميل جدا وهيعجبكم بجد وتعم وخطير. وطبعا الناس اللي عاملين دايت ومحرومين من الحاجات الحلوة. آآ ده حلو كمان الجلي او الجيلاتين بيبقى فيه آآ فيتامينات وفيه عناصر مهمة جدا للشعر والدوافر والجلد وكمان المفاصل. آآ بيساعد على اليونة المفاصل. آآ هكتب لكم طبعا الاهمية الجيلاتين والفوائد بتاعته على الصفحة. آآ بس ما تنسوش بقى لايك والشير وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد.